إسوة بأفكار تنظيم داعش الإرهابي تسعى جماعة الإخوان في تونس لنشر الفكر الإرهابي في المساجد ومؤسسات دولة تعليمية منها والتربوية. المرصد الوطني لمدنية الدولة في تونس وهي منظمة حكومية أكد أن انشغال المسؤولين في الدولة بقضاياهم الشخصية أفسح المجال لجماعة الإخوان لتعمل على نشر إديولوجية مشابهة لإفكار داعش في المدارس والمساجد بمختلف أنحاء البلاد. المنظمة أفادت بأن سلوك معلمين اثنين في مدرستين بمعتمدية شربان بمحافظة المهدية أثر الانتباه حيث فرض المعلمان اللذان يرتديان الملابس الأفغانية المخيفة أمام التلاميذ الدروس خارجة عن المناهج التربوية الرسمية شبهة بفكر داعش إضافة لمنعهما لاختلاط بين الجنسين. ومن جانب آخر ذكرت المنظمة إقدام إمام مسجد بمعتمدية القطار بمحافظة قفصة على تحريض ضد التلميذات يمارسنا الرياضة طبعا فريق نسائيا لكرة القدم وأصفا نشاطهن بالاختلاط المحرم وبممارسة الرذيلة. وفي نفس السياق نددت المنظمة بما يتم ممارسة على جيل الشباب وخاصة النساء منهم مشيرة إلى أن تلك الممارسات تدرج في طار الانقلاب الأيديولوجي الرجعي على المجتمع التونسي وطالبت وزارتي التربية وشؤون الدينية بفتح تحقيق حول ذلك. هذا ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يهتز فيها الشارع التونسي على أخبار انتشار الأفكار الإرهابية التي رأى التونسيون مضمرة على الاستقرار والمجتمع والأسرة وخاصة بعد سيطرة النهضة على مقاليد الحكم عام 2011.